مؤامرة ضد الملك المؤامرة ضد المؤسسة الملكية كلام كبير كلام مجهد بزاف عاد الملك كيتعرض لأخطر مؤامرة من طرف شخصيات مهمة في الدولة واش هي محاولة انقلاب او محاولة اضعاف الملك الخوط لحلقة دياليومة مهمة بزاف وفيها معلومة خطيرة اول مرة غادي تسمعها فكنكولك ضروري ضروري اشتركوا فيديو لكي لا تحضر من طرف الدباب الالكتروني ولكن انت موجود اخذ بلا صدقون كيل وعطيني ودنيك مزيان لا اخوان تصوروا معايا وهناك مافيات في الدولة كدرب المصداقية ديالها فشنو علاقة هاتشي برضوان الرمضاني هاتشي هادة اللي قد نتعرف عليه في هادة الفيديو بأدق التفاصيل وبأدق التوضيحات والضيف ديالنا طبعا في هادة الحلقة هو ريضة توجني فكان قولك تابعنا في هادة القناة إليك انت اول مرة تشوفها باش يبقى يوصلك كل جديد وبلا ما نتوقع عليكم نخليكم مع التصريح ديال ريضة توجني طهر بن جلون الكاتب المغربي الشهير المقيم في فرنسا أمام تليبيزيون الإسرائيلي إيفنت كات القناة الإخبارية الإسرائيلية للمقر ديالها في فرنسا صرح لهم وقال لهم عندي مصادر موطوقة ما عندنا ما نقوله دك شيء هو هادك قال لهم ماكرو اتصل بجللة الملك من بعد ما المخابرات الفرنسية خبروه أن المغرب عبر برنامج بيغاسوس رح كي تسنت عليك وكي تسنت عليها واحد العدد ديال المسؤولين مدنيين وعسكريين تصل بجللة الملك جللة الملك يقول ليه لا رح ما تسنتناش عليك ورح أطمئنه ودوا معاه بأدب ولا باقة ماكرو كيرد عليه بقلة الأدب وقلة الاحترام على جللة الملك بوحد طريقة مهينة ومن هنا بدأ المشكيل وكي يقول أن ماكرو باش يعاقب المغرب تقرب من الجزائر واحدة وصيفت كل شي الأعداء ديال المغرب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي وهذا باش يخدموه ضد المغرب هات شي أول مرة كنت نسمعو بيه وجاء على لسان طهر بن جلون علاش سؤال ديالي علاش مخرش الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي ولا بإسم الحكومة ولكي احنا نقوله القصر الملكي وقال را كان واحد خلاف وهذا ويتصلاح وكيفاش وعليش وإحنا نعرفوه طهر بن جلون أكيد ما غايش يكون صرح بهذا شي لو كان ما قالوه هاش له ما أعطاش القصر الملكي الضوء الأخضر وقال ليه صرح لأنه تشيره خطير المهم هاد شي بخصوص الأزمة المغربية الفرنسية على الأقل عرفنا شنو واقع موضوع الفيديو دير هاد النهار شفت وتفرجت في واحد الفيديو ديرها الصحفي والأخ والصديق ردوان الرمضاني كيتكلم وقال واحد الكلام خطير بزا فعل كون قال هاشي صحفي وحد أخر غادي نقول ولكن ردوان الرمضاني اللي عنده علاقاته في المؤسسات الأمنية اللي خدام في واحد المشروع إعلامي كبير في المغرب وهذاك المشروع الإعلامي تا هو مقرب من دوائر أمنية يعني التصريحات دياله ولا هاد شي اللي قال ميمكن شي يمر مرور الكرام يو هادك الشعل سمعوا معايا الطرف اللول ديال هاد تصريحات المؤامرة واش كينا هاد سؤال مشروع حقيقي متروح كنظم كنا جازيمين قلنا اه كينا المؤامرة ضد من كينا المؤامرة قلنا كينا مؤامرة ضد الملك نجوء نقولوها في الوقت اللي كان البعض اللي دابا كي يدير سيناريو هاد انك يسخر منا انك يدحك علينا انك يقول لنا بانا كينا مؤامرة كناها منذ سنوات وطبعا الملكة تقول لي او لك نقولو كينا مؤامرة ضد الملكة مؤسسة ركنا تكلمو بالنفهوم المؤسساتي للاشياء باش الانسان ميمشيش في التأويلات المغريضة او القاصرة او ما جاوة ملكة تكون مؤامرة ضد المؤسسة ركت تكون مؤامرة ضد البلاد ضد ناحنا اننا نحن مغاربة لكن الفرقين شن هو الماكرو وشن هو الميكرو شنو المرحلة الاولى شنو هو التاكتيك وشن هي الاستراتيجية المؤامرة كلام خطير بالزفعد مؤامرة ضد الملك المؤامرة ضد المؤسسة الملكية كلام كبير كلام مجهد بالزفعد واش مش مؤسسة امنية في البلاد بها تخبر المغاربة عن طريق هذا الخطاب انه كنا مؤامرة ضد الملك الله اعلم ولكن من موقعي كمواطن مغربي بسيط غادي نقول لكم والله ما كنا شي مؤامرة وهدو اللي كيروزوا المؤامرة يمكن بغوا شي ميزانيات ولا يخلعوا الماليك ولا شي حاجة مؤامرة كمؤامرة ضد الملك وضد الملكية وضد المغرب والله ما كنا تب الجزائر ما كناش غادي نقول لكم علاش اولا كتعرفوا عبر التاريخ ما عمر الشعب دارش مؤامرة ضد الملكية الملكية كان ديما عندها المشاكين في المحيط ضد يالها هما اللي نوضو صداع هما اللي بغوا النقلابات هما اللي ديرين هما الشعب مع الملكية ديما كالولا حاليا إلا رجعنا السبعينات وأواخر الستينات وحتى أوائل التمانينات نقدروا نقولوا كانوا ناس معارضين ناس تابعين المعسكر الشرقي ولا شي وحدين تابعين لهادوك التوريين محل كوبا وتابعين شي دول ومموالين من ليبيا من سوريا من الجزائر دابع حاليا ما كانش المعارضين والناس أحزاب السياسية والنقابات وكل شي داخل سقراسو وعبر العالم موقشة شي ديال التورا وعض الهضرخاوية كل شي بغوا يعيش بسلمي وسلام يعني في المغرب معنا شي واحد اللي بغوا يتأمر عن المالك هادي هضرخاوية هادي يمكن الأمنيين بغوا يروجوها للمغاربة باش يزيروا الطرح باش الزروات تخدم باش يقمعوا الحريات باش يديروش يحويش نريي رشحة خطيرة كاتهددكم عرفتوش نهي المؤامرة ديال بصح والمتأميرين ديال بصح هما الناس رعاة الفساد في المغرب هادي وحدة الناس اللي سرقوا أحلام الشباب لمغاربة حتى ولو كيحرقوا في الفليك حتى ولو كيمشيوا التوركيا ومن توركيا غادين على الأقدم باش يدخلوا أوروبا حتى ولو كيمشيوا اللا قويان عبر البرازيل وكيرفعوش شعارات انفيصالية مع العلم ان في قلبهم راهوما مغاربة اخدوه اللجوء السياسي كيهزو ديك الرعاية البوليزاريو وغيرها إما كل شي مغاربة الحمد لله وكل شي بغي هاد البلاد زيد لقدام عرفتو المؤامرة من عند من جاية هما اللي خلوا المستشفيات ديالنا كيموتوا فيهم الناس النساء الحوامير كمشات تولد كتلقراسها ميتة ولمشى الصبيطار عنا والقراسك يقولوا ليسير جيب الليقات وجيب الخيط وجيب وجيب وما لقاش الرعاية الطبية عرفتوش كونا هما المتأميرين على هاد البلاد هما اللي سرقوا فلوس التعليم العمومي ضربوه وخلونا في التنمية البشرية وفي التعليم وأكفس من الجزائر أكفس من شي دول لما تخيلش لكم على الرأس ميمكنش عرفتوش كونا هما المتأميرين هما اللي خلوا النساء دينا بعشرات الآلاف كيمشيوا لسبانيا وكيخدموا في الحقول دي الفلاحهم خلين ولادهم ورجالهم في المغرب وكيتعرضوا التحرص الجنسي وكيتعرضوا الإهانة هاد هما المتأميرين دينا بصح عرفتوش كونا هما المتأميرين ناسي ردوان الرمضاني والأجهزة الأمنية وكل شي هما الناس اللي سرقوا أراضي الدولة خدام الدولة وكيتلقى هادوك اللي كانوا هزين سلاح ضد البوليزاريو من 75 إلى 91 ومن بعدهم هادو اللي دبف في القوات المسلحة الملكية من يكي بغي بغي الاعتراف على هادوك شي المجهود اللي دارو ضحى بحياته وشبابه في السنتير واحد خدام الدولة قالسو كرشو كدشنا هي وضرب أرض مليار وضرب حنجج المليار والكاريانات وذك العسكري ملاقي ما هي يقول هادوما المتأميرين على الوطن طيب اشنو قلنا زمانا لإخوان وكدوا يتذكروا قلنا شحالها دي كينو عند الالة بالمفهوم الحقيقي للالة منينجات كيفش جات علش جات أشبغات هنا أشخ هنا كانوا التأويلات هنا كانوا التفسيرات الأساسي هو أن هادوالة بان بأنه عنده هدف واحد هو تفتت الركيز دي للمغري تفتت بحالك السوسة التي تدخل لكي تفتت هذه الركيزة وهذا الركيزة وهذا الركيزة وهذا الركيزة وهذا الركيزة وكان من الآليات ديالها لأنها تصور البلاد على شفح وفرق أثبات ما تصبح وتوصل للتأثير والنفاذ في النفسية الجماعية التي كنت تكلم عليها دائما لكي تخليها نفسية هشة نفسية كتشك في كل شيء وما كتشك في شيء هذا الشيء ماشي من فراغ بل استنتاجات بناء على وقائع بناء على مؤشرات عقلين على فيديوهات الحرايب كل مرة كنت بدأت النموذج الفيديوهات اللي كانت تصور وتبثوا بشكل مثير للريبة عبر وسائل التواصل اجتماعي لتصوير المغرب على أنه بلاد كل شيء كهرب منها و والأخر يتفضوا هادي واحد تصير أربعة سنة أو أكثر باش وقع هادشي هادي اعتبرتها في حينها أصبوني الناس إنها واحد من المؤشرات على أن هاد الأهلة كتشتغل باش المغريبي كيف ما كان يبقى الشيء في بلاده عقلته على تصوير ولا على ترويج صور مفبراكة أخبار مفبراكة فيديوهات مع تعليقات موسيقى للماليك بشكل الله أخلاقي هادشي كله كان مؤشر من المؤشرات ديال الآلة اللي كتشتغل على المؤامرة ماشي المؤامرة اللي كيروجوا لهذا باش يوحدين كذا المؤامرة وفي الفترة الأخيرة وفي الأيام الأخيرة خدت إيقع أكبر وأسرع وداس للسرعة القصوى إذا نكون نتافقين على هذه المسألة باش المغاربة يحدى وراسهم باش المغاربة ما يستهلكوش أي حاجة وصواتهم باش المغاربة ما يتيقوش أي حاجة نشراتهم مرة أخرى كلام وخطيرتش أنا غادي نقول لك السيردوان الرمضاني بأن إمتى يمكننا نتكلموا على المؤامرة وعلى الآلة وهذا شيء كامل لما نكونوا في الأجهزة أجنبية لما الأمريكان والأوروبيين ويقولوا هذا المغاربة نقسموه على جوش هذا المغاربة نطيحه الملكية إما كشعب وأنا عرفتك لما تتكلم في هذه الآلة وأنا سنجي أخويا الرمضاني لا من يكونوا دوك الأجهزة الكبار هم اللي منيشين على المغاربة يمكننا نتكلموا على المؤامرة نتكلموا على الآلة نتكلموا على شيء كبير ودك الساعة سنقولوا القانت خسبيوناج ديالنا بأننا سيروا بدلوا الحرفة أنتم مفاهمين تا حاجة وبأننا انتم ما سيروا بيعود لاح سيروا ديروا شيء شيء حرفة واحدة أخرى ولكن اللي حد الآن كان يبين كيتبين أن القانت خسبيوناج ديالنا قايم بالواجب دياله المدني والعسكري ناس خدامة دوك هاد الكلام ديال المؤامرة والآلة وهذا كلام خطير شيء شوية وكبير وكيدخل الرؤم وكيأثر على النفسية الجماعية ديال المواطنة هذا هو الكلام اللي كيأثر ماشي الكلام ديالآلة وزعماء وما عم شنوه كيتكلم على الآلة أنا عرفت بأنه كيتكلم على بكر جامعي على عالي المرابات على الدنيا الفلالي على واهبة وشكو documentary كonton راضي الري هو من صنع هذه الناس شكوية اللي يصنع reassbah اللي يصنع المرابات شكو اللي يدفعهم التطرف شكو اللي قهر ومنصفش ضبيطة واهبة ودفعها التطرف شكو اللي يدفع زكريا ممني للتطرف شكو اللي يدفع أديب للتطرف شكو اللي يدفع راضي الليلي إلى التطرف هادو ما المتأميرين ضد الوطن هما هادو وهادو ما لي خصا نحاسبه ماشي نديروا هكي حز حلة وما يكونش عندنا الجرأة نديروا واحد النقط داتي ونوضو كنقولوا اه كي تأمروا فرنسا معاهم هادو أعطاهم فلوس جزائر وحشي شو اللي ماشي جزائر وهادو هادو راك خاوية بارك علينا هاد السيناريوات وهاد الأفلام وهاد الإخراج السيئ ومساوى الضعيف رسالة ما عرفت شكو اللي بغي دوزين هاد الرسائيل بحالكة كتعرفو راني مبعد غادي نفصل عش نوقع الجورنال عش نوقع الدومان ماجازين على المرابط واش نوقع الدومان عرفتو علاش لأنني في هاداك اللوقيتة دافعت عليهم رهبو بكر الجامعي غادي عرف شي حاجات ولكن تقاتلت باش يبقاو من منصبي المتواضع واش حال حاولت نقنع الجنرال اللي عني يقري واش حال درت ووصلتو كنت حلقة توصلو وما خليت ما درت يودي ما تسدوش يودي راكين خلافو وقال ليك وقلت لي وهذا على الأقل ما يوصلوش إلى السجن علي المرابط ونصفته بحلقة كل الحبس وما ندفعوش بكر الجامعي يهاجر الراضي الليلي شكون دار ليه بحلقة زاكريا المومني شكون حلية وما شاكين من نهار للول ما شيح لهم ما كيلوش لكم يديكم جا عندكم زاكريا مومني سلام عليكم دوا معاكم أو ديراني عندي هذا دي العالم لا سيديرا ما عندكش حقه ما غنعطيش لك ولا غنعطيه لك حنا كنتكلمو على واحد المانضادي العشرة اللي بدل هم مستشار لأنه بطال العالم وشنو ولا ما عندكش أخي بكلام زوين وما نصوش لهذا شي كامل الراضي الليلي اليوم اللي كيطبلو هذا والصحراء الغربية ومسكين ولا هاك يخلطو ويشلط وما كيتفرج فيه تا واحد والجمهورية وما عارشنو كيحلم مهي معيش في العالم ديال ويسد عليه في داقلبيت ويحتادوا كل أربعات ياللي بياضق في البوليزاريو في تين دوف في جاب نينو وهادهم قصرين بيناتهم مهي مشي مشكيل النهار حيتو من التليبيزيون هش يا سيدير كنت في التعليم وغا ترجع لتعليم ديالك وهاكي فاش وهذا بشي كان ناخدوها من الفوق وصير تلعب وستحراسك مع حي ونخليوك يدور في الزناقي وغادي هاو في الرباط هاو في قدير وما عم شنو معنا شكو اللي دار هاد شي كامل يعني هاد الناس هاد الآلة اللي صورتوها بحالكة دونية الفلالي احتاهية وغيرها هادوما الآلة اللي كيتكلم عليهم سير دوان رمضاني وكيتكلم عليهم يمكن الأجهيزة الأمنية التي أرهقت الأجهيزة الأمنية عشرات الناس خمسة خليهم يدويو وشنو المشكيل قا وشي لدواو يعني 40 مليون ديال المغاربة ديالنا كلهم تأطروا علاش الدولة كتعرفو المؤامرة والآلة وهاد شي كلو اللي كتتكلم عليها سير دوان رمضاني غادي نقولك علاش الدولة برسم يكونوا عندها ناس متقافين كبار ويكون عندها إعلام قوي كتركز ومتكية على صحافة تشهير صحافة تشهير وهلو دكشي رقم عارفة بلما نذكروا الأسماء ديالهم صحافة تشهير ونزلت المستوى كل جدار المغاربة فهد المستوى بحالكة والله وغير بتابعين تيك توك وتابعين شحويج كل شي كيتكلم وصحافة الرصيف والجينس وهذا دار وهذا خطف وهدي دار دكشي اللي درته الأستاذ زيان هده هدي الألة حاجة أخرى كتتكلم أخويا الردوان الرمضاني على شي وحدين بأن فبركو صور وبأن فيديوهات ضد الماليك وشوه الماليك وبيع يا سيدي كيني فيديوهات ضد دونالد ترامب ضد بايدن ضد مالكة الراحلة إليزابيت ديال إنكلترا ضد ماليك سبانيا وهاسيدي دير فيديوهات يا واشنو المشكل اشنا هو المشكل يلا فاش واشي لا دار فيديو ولا سب ولا قلشي حاجة يعني رصافي قتلنا المالك في خطر رصافي مشات حياته كاملة كتتكلم على صور مفبركة وبأن واحد حدات والناس هربوا وذلك شي مفبرك ليس مفبرك كانت تكلم على قادية سبتة وشوه اللي كانت شوها عالمية شكو اللي دار شكو اللي دار قادية سبتة شكو اللي دارها واش مكن ناش بغينا نعطيه درس للإسبانيا وفحد هذا عيطنا للناس مش تعيطنا غير طريقة غير رسمية والناس جايين من القصر الكبير والناس جايين من العريش والناس عاجمين وكل شي بغي يحرق اليوم إلا خسنا نحاسبو خسنا نجيبو هذو كل اللي داروا هذو الفعل اللي دي سبتة وتشوه هنا وكل شي أدانانا وعود رجعنا دوك الناس كاملي عطاتهم من إسبانيا قتلكم هكو الناس اللي في البحر المرأة اللي بالراضيع ديها لو كل شي هربان هذا الواقع ديها الناس يرمداني هذا الواقع الناس كتعرب من المغرب انت شفتي غير الناس اللي هرباني في لوكا الناس هرباني في توركيا الناس هذا ومشيش الكبار هذو كو ما اللي يخصنوا الجهوليهم البرابول هو ما دوك الكبار الوزراء أصحاب الكروش الكبيرة خدام الدولة اللي قاعدروا الجنسيات ما كالعممش قاعدروا الجنسيات الكندية وداروا أمريكية وداروا هذا وصيف طولادهم وكي اللي عنده أمواله وتيجارته وكل شي برا وهنا يا غير كي حلب بزولة المغرب بزولة ره المغرب ما عمور يقدر يعول على الكبار اللي كينين رهما يعول غير الشعب الماليك نهارك طرى الأزمة ولا شي مشكيل رك يلقى الشعب إما شي وحدين ره طيارة اللولة وطقاه في الجيال خورة لأنه على الأساس ما تلقش من المغرب ديره بقراك يحلب منها الرسالة اللي بغيت نوصل الخويا الرمداني والناس اللي معاه وحتل أجهزة الأمنية والله ما كناشي مؤامرة ضد المالك والله ما كناشي مؤامرة ضد المؤسسة المالكية ولا مؤامرة ضد البلاد الجزائران ما نتكلمش عليها ولكن مؤامرة كمؤامرة لنيل من هاد البلاد والاستقرار دياله ما كناش لأن حتى المنتظم الدولي بغى واحد المغرب مستقر بغى التنمية في المغرب وهذيك الآلة اللي كنت تكلم عليها كنغيف الخيال ومخيال ديال ما تشكون وحتى ذيك البنية السرية وذيك الهضرخاوية ودراماكيلة سرية التحاجة واشيلا قالها علي المرابط غادي احنا صافي اي ازمون شدوا قلبنا ونقولوا ناريه قالها علي مرابط صافي وتحيل علي المرابط واخونا علي المرابط وصادق عزيز عليا والسيد كرفصته سيد شديته في الحبس سيد مرمته سيد خلت ضربه ضربه شكان فيه جوغنال ومشى دار دوما وكرفصه العنيقري وعودم شحل في الرباط ودار دومان ماجازين بغا غير اتقار بغا غير اتقار بغا يخدم واتقار ما غادي قسلة ملكية لولو كرفصه العنيقري كيم ملو جوغنال بحال بحال اشبويتوا منو يعطيكم الورض عارفتوا المؤامرة فين كينا بحال بك شركة يوقع لي انا يا بحال بحال ملكي قدمت خدمات للدولة ومكنت سنة لا شكر ولا شي حاجة من الدولة ولا ما بغيت والو غير اتقار بغينا غير اتقار يعك وشحامل عام في ميلة في الصحراء اللي كان صعيب شي واحد يقرب ليه من الجانب دي المجتمع المداني والمنتظم الدولي وبزاف وهذا وجي وتصفتني للحبس واحدة وجي وتبغي دير تنوعير وتقول غدي نحيدو ليه الريش وما نخليهوش ونحكرو عليها وذلك في بلاصي واحدة اخر غدي كلا جيت مخابرات الخارجية وجي عندك وتقول لك شوف غير اندي هدو وتخليلك الكريديات لمخير من الموظفي مخابرات هذه الخارجية إلا ما اعطوش درهم ديالو ديالو التعويض يقلب عليهم الطبلة يقول لي وخافوا يعطي عشر الدرهم في بلاصيهم واحدة اخر عنها شغير يدير كلا جيتك الدولة كلا جيتك الدولة من بعد الخدمة مجدوش كلا جيتك شغير يدير عاد بشي الخارج وبدأ تسلخ فيهم وغتكون كتر من المرابط لأن وخاكك المرابطة ما عندهش أسرار لأن بوبكر الجابير ما عندهش أسرار وهذه دو وزنها ويجي كوالي والي جي هسوس ميسا اللي الماضي عنده أسود اللي مؤخراً في هذه الحاخرة كنا نسمعها بأن الزوجة ديالو مخدمة عنده بسيغل النفوذ هو وياها ومخدمين العائلة كلها في القرض الفلاحي لحد الآن مخرش ودر بيان وكذب ولا أكد هدك شيء ممكن لنحنا غير نتساءله يجي هادك الوالي ويبدأ يدخلك الحبس يبدأ الحراسة النظرية يبدأ يكرفس فيك يبدأ يعطي التعليمات يبدأ هذا وزيد ومرمد ودير اللي يبغيتي ويشد لك الشركة ويخلي عليك الدوين وهذا أشو كنت تسنعه هدكو ما المتآمرين هدكو ما الخطر عن الملكية هدكو ما الخطر هنا في نبغينا نسميه المؤامرة المؤامرة رهاكينا الداخل ما كيناش برا ما هنتكلمش على الميلة في الصحراء ما هنتكلمش عليها هام الحاجة ما هنتكلمش عليها المهم الله يدير شي تاوي الخير أخويا الرمضان الرمضاني راك صديق عزيز وكنتفرج فيك ديما ها هردوان احنا أه ردوان قطت له رمضان أخويا الرمضان أه تماني ويني أخويا ردوان الرمضاني راك أخ وصديق وعزيز علي اليوم لما كنتندير هاد الفيديو مش يموجه لك ولكن موجه إلى الشعب المغربي ناس لك شوية اللي غيشوفوني ديالناس موجه إلى الأجهزة الأمنية لأنها غالبا ما يمنعك عارف موجه إلى أصحاب القرار ناس اللي غادي رك نقول هديما كينة شي جيها اللي ما فهماش السياسة ديالها شي جيها اللي كتدفع الناس إلى التطرف كتدفع المواطنين الملكيين المخلصين اللي بغيتي وكتدفعهم من التطرف كتدفعهم من شي حاجة لتبرير سياسة ما واش بغاو ميزانية زيدة واش بغاو يشري في الزراوط زيدين واش بغاو يوركوا على حريات التعبير ويسكتوا الناس يلجموهم الله أعلم هذا شي ما ينكوش عادك يا البنية السرية يا هديك إما هدو كل اللي كيتكلم عليهم عن المرابط وشيحويش بحركات عادي الله يسهل علينا وعليكم الله يحفظ بلادنا من فاسدين المفسدين الله يحفظ بلادنا من الفساد والمتآمرين اللي كيني في الإدارة المغربية عادكم ما الخطر لما براء كونوا آمينين لأن المنتظم الدولي بغاو واحد المغرب موحد واحد المغرب الملكية مستقرة والبلاد مستقرة وتكون فيها هاد تنمية كونش يبغي دي البيزنس دابا وبغاو المغرب تنمية فيه باش يديروا مع هاد البيزنس وما كينش في صالح شي واحد من أوروبا ولا أمريكا ولا هاد المؤسكارات كاملين باش المغرب يتفرق على الجوج من صحراء ولا يكون فيه شي حاجة خيبة ولا عدم استقرار مش في صالح تواحد وما بغينوش يكون من حالك إذا لإخوان هاد الشادة اللي كان في هذا الفيديو ما تنسوش اللايكات وما تنسوش أيضا تابونا في القناة إليك أنتوا أول مرة تشوفوها إلى فيديو مقبل والسلام عليكم